تعتبر التشريعات المائية أكثر أنواع التشريعات البيئية فاعلية حيث تعمل على تنظيم إطلاق الملوثات إلى البيئة المائية فبالنسبة إلى مصادر الملوثات النقطية لابد لها من الحصول على إذن مسبق بالسباح لها بإطلاق الملوثات إلى البيئة أما مصادر الملوثات اللانقطية وسأشرح ذلك في فيديوهات ضاحقة فيصعب التحكم بها وبموجب هذه التشريعات يمكن مقاضات من يعملون على تلويث البيئة وفرض عقوبات راجعة بحقهم بل إنه في بعض البلاد يمكن إدخالهم السجن فترة من الزمن لعله من المناسب أن نذكر في هذا الصدد أن التوعية البيئية وبيان الأخطار المترتبة على التلوث يمكن أن تقلل من أي ممارسات خاطئة مستقبلا وقد شهدت الكثير من بلاد العالم ومن ضمنها أخطار العالم العربي خطوات واسعة في هذا المدمر ما يمكن للفرد عمله للحد من تلوث المياه؟ تعتبر النشاطات المنزلية اليومية أكبر مساهم في تلويث المياه وفيما يلي مجموعة من الإجراءات التي يمكن للفرد الواحد اتخاذها للحد من مشكلة تلوث المياه بصورة عامة واحد عدم إلقاء الديهانات والزيوت والمنظفات الكيموية والمبيدات في شبكة الصرف الصحي والتخلص منها بالتنصيق مع المجالس البلدي أو اللجان الخاصة بذلك استخدام المنتجات عديمة السمية في حياتنا اليومية ثالثا ترشيد استهلاك المياه للحد من استنزاف مصادرها رابعا استخدام الكميات المناسبة والتي احتاجها النبات من المخصبات والأسمدة الطبيعية والقليل من الصناعية خامسا عدم إغراق الحضائق المنزلية بالمياه واستخدام الريب التنقيق لتجنب وصول الأسمدة إلى المياه الجوفية سادسا استعمال الحفر الإسمنتية المبطنة من جميع جوانبها لمنع رشح الملوثات وعدم وصولها إلى المياه الجوفية سابعا عدم إلقاء الزيوت المعدنية والشحمات في شبكة الصرف الصحي وطبعا هذا الكلام موجه لغسيل السيارات من يغسلون المحال وكذا التي يقوم بغسيل السيارات وثامنا المساعدة في التعرف على الملوثات والتبلغ عنها المسؤولين في تجمعنا السكان في الجمعيات التي تعتني بالخفاض على البيئة